خلينا أقول شيء سريع أنه الله أقام مؤسسات على الأرض على الأقل تلت أو يمكن نقول أربع مؤسسات على الأرض المؤسسة الأولى هي الحكومة على جميع المواطنين بغض النظر شدين الطايفة الحكومة هي مؤسسة يعني من عند الله وفي طيطس ثلاثة شو بيقول ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح يعني إذا كان جيش إذا كان شرطة إذا كان مراكز حكومية مراكز سياسية إذا قضاء إذا أي منصب وزير حاكم والي بكل هذه الأمور لكل عمل صالح إحنا كتفيد بلدك ولاحشوا بقول في أي اتنين في طيطس ثلاثة ولا يطعنوا في أحد حتى لو كان الملك شرير حتى لو كان الحاكم شرير صدقني الرب يعني مخيف هو الوقوع في يدي الرب ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس هذه الحكومة ثم الكنيسة أحبائي الكنيسة هي جسد المسيح تمثل المسيح على الأرض يعني جميع المؤمنين من كل الطواف بغض النظر شو خلفيتك شو طائفتك من خلفه إسلامية بوذية هندوسية غربي شرقي من مسلم مسيحي من أي طايفة لما تؤمن بيسوع المسيح أنت بتنضم إلى جسد المسيح جسد المسيح الغير منظور كما يسميه قانون الإيمان المسيحي فالكنيسة هي السلطة أو المؤسسة التانية المؤسسة التالية على الأرض هي العيلة الفاميلة وأنا ذكرت في البداية إذا في ضربة على الأسرة في ضربة على المجتمع بشكل عامل قوة المجتمع هو بقوة الأسرة طوبة للأسرة اللي بناها الرب واللي مؤسسة على كلمة الله على المحبة والتضحية والتفاهم والتسامح أيضا الأبوان مسؤولين عن الأولاد هاي يعني وكالة الله وكلنا على بيوتنا وعلى أولادنا نهتم فيهم والمؤسسة الرابعة اللي أنا يعني ذكرتها هي رؤساء العمل حتى الكتاب بعلمنا في أفسوس وفي كولوسي أنه العمال يكونوا خاضعين لرؤساء العمل يعني على جميع الموظفين فتخيل إذا الحكومة وإذا الكنيسة وإذا العيلة وإذا العمل كله ماشي بإرادة الله أي مجتمع رح يكون عندنا فهي مرتبة مستمدة من عند الله محددة من قبله الله أقام الحكومة البشرية لمكافأة الخير وكبح الخطية في عالم ساقط شرير حتى أكثر الحكومات شرا سواء دينيا ضد المسيح وكفرا تؤدي دور رادع للجريمة فكل حكومة في عندها قوانين عقاب للمجرمين وإلا إذا سادت الفوضى اتدمر المجتمع بالكامل فهي مؤسسة إلهية يعني بالأول فالمواطن المسالم له مدح ولا يؤذي ترجمة نانسي قنقر